السلام عليكم المجد والخلود لشهدائنا الأبرار ومرحبا بالناس لما يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن الناس لهم معنا وقلو لكم مرحبا بكم في قناة شو بيردي زاد قناة اللي غادي نتكلمو على نادي ميلان أسي ميلان نادي العملاق صاحب سبع ألقاب تحت شمبيونز ليك وان رسميا يلتحق لعاب ميليون يلعب مدافع محواري رياض الطاهر ينظم رسميا إلى نادي ميلان وان بالناصر إن شاء الله بربي يوم خبس وعشر قوت قد نشوفوه نحن نتكلمو على اللعاب هذا وان يبدو أن العملاق الايطالي نادي ميلان قرر مرة أخرى الاستثمار في موهبة جزائرية جديدة اتقام بالضم لعاب شاب آخر وهو المدافع المحواري رياض الطاهر البالغ من العمر 18 سنة الذي تكون في فريق أولمبيك ليون الفرنسي يعني شو كيفاش لعابة 18 عام يروح للليون 18 عام 18 عام على باك كوب ديمون شعلت كون عنده هذا محواري تمنىوا الناس اللي هنا يديروا الحار رواحهم في طوال يزغدوا شو يديروا الحار يزغدوا شو يام كونجي اام كونجي نتمنىوا إن شاء الله شو لعاب محواري يروح في الدفاع في المحور يعني ما يسهل ميلان ونتكون في اليوم ما يسهل جماعة عذراك احنا معنا لعابين وخاصنا كما يقول لك الاخرى كسمه على سويت خاصنا على سويت ديماء جديدة انتقدوا إن شاء الله بنعمريس يسبون دي ماندي تبليسة شو تلعب ونتروح بسع هذا عنده 18 عام 18 عام عنده 18 عام لعام جيسة عام 2022 عام 2022 عنده 20 عام 20 عام يلعب لك كوب ديموند نورمال احنا يا بنطالب لعاب كوب ديموند 20 عام ماندي لعاب كوب ديموند طي دل العاب كوب ديموند 20 عام يا جماعة في غولي لعاب 23 عام كوب ديموند بشيكون على باكم مجمع وحنا اللعابين كما قادوا شوفوا فيهم فرنسا في هنكرا تشوف تشوف تنتهي عليه ولا تقارعوا كما ديلور الاتحادية تقارع كما ديلور يضربوا يضربوا لو يضربوا كشامي ديلور هم يضربوا ديلور باللعاب المحترفين هذي المواهب هذي ديلور مولا 27 عام جاء الجزائرة ما جاش مولا 18 عام 18 عام انتا روح جيبه انتا روح جيبه انتا نيقصي ما جيبه خدشنا الصحافة هنا شوما يكتبوا في الفايسبوك كتبوا في الفايسبوك كتبوا قنات على يوتيوب كتبوا شي كتبوا شي كتبوا محرز بالماضي قال لنا اللي بيجي يجي اللي ما يجيش ما عندي من دير به وقلت لكم انها اللول انها اللي جاء بالماضي شوما قلت لكم لكم بيضربوا به لعابين محترفين بهذه النبوة بالماضي برجوا يت connرى يبغي بالناصر يبغىOO بالمضي بنισ reproح Doug في الاسورة يحاوشوا بص Ivana زمج بالماضي يحق نقاط روحين لهم ما زاء روحين kick me إذا كان روح في جميع النقاط فاحّي عليك جيب اللعب في جي Åنا لا بدأوه لا مستخد сдел prefer ايه بارس لم تكن على فدغي واحد برك بوداوي وفي هذا الإطار كشفت تقرير صحافي إيطالي وفرنسي أن اللعاب الشاب قام بتوقيع أول عقد احتنافي له في مشواره الكروي وذلك مع نادي ميلان وتبلغ مدة العقد ثلاث سنوات وأضافت مصدر نفسه أن رياض طهر سيقضي موسم كروي جديد في الفريق الرديف الذي سيأخذ بطولة بطولة كذلك أمل في لفت انتباه الجهاز الفني للفريق للفريق الأول وانضمام إليه في الموسم القادم 18 عام سي محمد هما كي رحوا جابوه شام غالطين مرامش غالطين كي رحوا جابوه مرامش غالطين ما يجيبوش على الله هما لا يجيبوش على الله كيمة لفيربول من خطفات العروسي ما خطفاتوش على الله مشيه شكون عندك جارتك تعرفها جارتك تربيت رؤي الإلام كاشه ركبة وكان أولمبيك ليون فرنسي قد تخلى عن اللعاب الجزائري في نهاية الموسم الماضي وانضر التعليق ومن خلال الذي نديه 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 محمد امنا وليده نديه ميلان بعدما تخلى عنه الفريق اولمبيك ليون نقولو تخلى عنه ليس تخلى عليه مدهة الليون مدهة الميلون ونشرنا كيفاش اللعب الطهر رياض طهر لعب خلف لعب تيغو وين هذا المدافع التعام تيغو هذا لراح وين راح سناء راح الفريق ليل مقابل خمس ملايين يورو خلال مرحلة انتقالية صيفية الحالية وهذا وينزاد اهتمام الأندية الأوروبية باللعابين جزائريين الواعدين بالتزامن مع نيل المنتخب الجزائري لقب كأس أمم إفريقيا 2016 في شهر جوال ماضي بالنظر إلى المستوى الرائع الذي ظهرت به كتيبة المحاربين في البطولة وكانت صفقة انتقال اللعاب وسط الميدان إسماعيل بن ناصر إلى نادي ميلان إيطالي أفضل على الإطلاق إلى حد الآن وسط العابين منتخب الجزائري خلال المرحلة الانتقالية الصيفية الحالية إذ غادر ناديه السابق بعد بعقد لمدة خمس سنوات مقابل خمسة عشر مليون يورو وراتب شهري سنوي يقدر بمليون وخمسين وخمس مليون ونص يورو ويتطلع بن ناصر إلى المشاركة في الجولة الافتتاحية بطولة إيطالية عندما يحل ميلان ضيف على أندينيزي يوم الآحد خمسة وعشرين أوت بينما يتحفز لخوض أول داربي له أمام أمام الغاريم الإنتقال في الجولة الرابعة يوم سنين وعشرين سبتمبر المقبل وينضم بن ناصر إلى الفريق ميلان مقابل نحو خمسة عشر مليون يورو بعد رفض أرسولان ناديه السابق دفع شرط وين كان واحدة القوانين تعالى الاستيراد بينما تلقى عرض متأخر من قلطة ساراي لكن محارب الصحراء بن ناصر أكد أنه لا يمكن رفض عرض من عملاء إيطالي باطل أوروبا سبع مرات وخاذ بن ناصر ذو 21 عام أول تمارين له بقاميس ميلان يوم السبت المنصرين بعد انتهاء العطلة الصيفية بعد قيادة الجزائر إلى التتويج باللاقب كأس أمم إفريقيا في مصر يعني لعابين جزائريين أصبح عندهم شأن كبير شأن لذلك المدلل لقد قلت بقاميس هل أمر مع النار وهذه هي اللعابين جزائريين وطيقوا لديهم مستوى خاصة محترفين وكيف حصل إذا فرحات وكيف حصل إذا فرحات لابن المدلل الذي وبي الشيخ والقناة الهدف انتهاء فاريسان جرمع كوري ما لعبش كون باريسان جرمع كون باريسان جرمع كان بالطاقة من الفريق الجزائري ريو دي جانيرو خرجه و سأده فيها الدراهم و لم يقال فعله قاسوا لعلام الجزائري و بعد يقول لك أنه على الجزائري سمحت فيها أموال كبار لم يقصت العلام وروحته لابات لك هذه قاسة العلام و سأده الفرنسا ولابات لجزائري قاسوا لعلام الفرنسا ويعايلوا فيها في الوجه يعايلوا فيها في الوجه لما نحن نعود أن نقول هذا اللعاب الواعد رياض طهر نتمنى إن شاء الله بربي نشوفوه في الفريق الوطني الجزائري راح في ميلان راح في الراديب وهذه يلعبوا كوش تشمبيونز ليغ قد يلعب معه واحد منه على خمس سنين والذي باطل العالم نحن نستثمرون فيهم نحن أن تجربوا نجيبهم نحن أن تُلموا كما أن تُزقطوا ويسعدوا على الحار واحد من اللعب ويسعدوا على القابل فترة أجربة وجودوا مع التحاول على القابل ويسعدوا لا تجربوا فهذا أنك سأرمون إيحامكم أن تتلقوا تحية جزائري